قصر الفخرية قصر الفخرية يعود الأمير عبدالله بن جلوي تولى إمارة الحسر عام 1331 هجرية في فترة إمارة الحسر أقيمة لسموه قصر الفخرية كاستراحة ومجلس لقاء الأهالي والشخصيات الهامة للزور الحسر المساحة الكلية لقصر الفخرية حوالي 555 متر مربع ويتكون من طابقين الطابق الأول يشمل المدخل وفيه ثلاثة عوقات بالإضافة إلى صالة الجلوس الرئيسية وحمام السباحة والمطبخ ومستودع التمور أما الطابق العلوي يشمل على صالة الجلوس الرئيسية بالإضافة للسطوع في عام 1938 ميلادية قامت الأميرة ألس حفيدة الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا بزيارة للحسر الأميرة ألس زار تماكن كثيرة في الحسر وثقتها بالصوان وفي قصر الفخرية تم إقامة مائدة قداء لها هي والزوجها قصر الفخرية مبني على الطراز المعماري الأحسائي الأصيل في كل الزاوية فيه بتشوفون الزخارف الأحسائية منقوشة بأدق التفاصيل يعتبر قصر الفخرية من الأماكن المميزة والمحببة للمصورين بتشوفون نقطات جدا رائعة للعديد منهم لهذا المكان في عام 2008 زرت هذا المكان والتقطنا العديد من الصور ومع الأسف الشديد أشوف اليوم أنه تقايرات معالمة مثل ما شفتوا أن قصر الفخرية لا الحين يحتفظ بمعالمة الأساسية يعني لو هاية السياحة عزمة تعيد ترميمة راح يكون سهل عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر